وقف بن يمين نتنياهو أمام الكونغرس رغم عدم إرادة البيت الأبيض فبدأ لوهلة نائبا جمهوريا يمينيا يدافع عن الولايات المتحدة ضد إيران بدأ ذلك تكتيكا ذكيا في موسما انتخابيا إسرائيلي لطالما أدخلت الولايات المتحدة أصابعها في تفاصيله ولكن أوباما وأركان حربه السياسية سارعوا لإفساد نشوة نتنياهو بالقول إنه يسمع جعجعة ولا يري أي طحين أراد الدخول إلى الكونغرس مهما كان الثمن بن يمين نتنياهو يكسر الأصول البروتوكولية ويفرد نفسه متحدثا من على منبر الكونغرس دون استشارة البيت الأبيض يمر عبر عشرات النواب والضيوف الذين يتمهون مع مواقفه وسياساته يقاطع عشرات الديمقراطيين الخطاب لكنه لا يكترث فهو دائما ملتقى كاليكودي قبل أن يكون رئيسا لحكومة إسرائيل مع الجمهوريين لم تخرج رسائل نتنياهو المطولة عن الملفات التقليدية التي حولتها آلة دعائية ضخمة إلى ركائز في خطاب تل أبيب الموجه لداعمها في واشنطن التطرف الديني في الشرق الأوسط وأمن إسرائيل لكنه لا ينسى في الأساس ما يعتبره أكبر خطر محدق بإسرائيل فلا يفوت الفرصة دون الرمي بسهامه إلى الغائب الحاضر عن الخطاب باراك أوباما قيل لنا لأكثر من عام إن عدم الاتفاق أفضل من اتفاق سيء وهذا اتفاق سيء إنه اتفاق سيء للغاية سنكون أفضل حالا من دونه وبعد أن قال مقال يسعى نتنياهو لإبعاد تهمة التسييس التي رماه بها الديمقراطيون أعلم أن هذا الخطاب كان محل جدل أشعر بأسف شديد لأن هناك من يعتبر وجودي سياسيا لم تكن هذه نيتي إطلاقا لم يتأخر رد البيت الأبيض لم يقدم رئيس الحكومة الإسرائيلية خطة عمل ملموسة ولا حتى بدائل فيما يتعلق بشأن الإيراني يقول مسؤولون من الإدارة الأمريكية يضفون أن مطالبة طهران بالاستسلام التام لا تمثل خطة ولا أحد يقبل بذلك تعقيدات قديمة متجددة إذن في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية شيء من التوتر بين واشنطن وتل أبيب لكن ليس كل واشنطن ففي واشنطن لا يوجد البيت الأبيض فحسب حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القدس الصحفي في صحيفة يدعوت أحرانوت روني شاكيت سيد روني أهلا بك معنا يعني كل هذا الاستعراض والقيل والقال ونتانياه وجهت له دعوة ولم توجه إلى ما شابه هذا الخطاب الرنان يعني سؤال بسيط ماذا يريد نتانياهو نتانياهو يريد الشعب الإسرائيلي يسمع صوته عن شرق الانتخابات اللي رح تكون كمان عشرة أيام هن في إسرائيل هذا الإشي الوحيد اللي احنا شايفينه هن في إسرائيل لأنه الخطاب طبعه ما كان هناك ولا إشي جديد أما من الطرف الثاني هو كان بده يفرج حاله للشعب الإسرائيلي وخصوصي لليمين الإسرائيلي أنه هو ثابت بكل الطريق طبعه ومسمم أنه يساوي الحرب عنشان لايران ما رح يكون الأسلحة النووية وهو نتانياهو بقدر يوقف ضد كل العالم وبرضه ضد الرئيس الأمريكي أوباما هذا كان الهدف زي ما احنا شايفين أنا مش شايف هن أنه فيه هن إشي اللي نقدر نقول راح لناك وغير السياسة الأمريكينية طيب سيد روني وأنت تتحدث عن لعبة انتخابية هنا وخطة قبل الانتخابات يرى البعض أنه ليست الرسالة فقط لليمين الإسرائيلي وإنما لخصوم نتانياهو لأنه أي أحد سينتقد سياسة نتانياهو اليوم نتانياهو اليوم من الكونغرس يتحدث باسم كيف يقول أنه باسم كل الشعب الإسرائيلي يعود ويذكر بكل المآسي ويتحدث عن النووي الإيراني الذي يشكل خطرا على إسرائيل من سيعارض نتانياهو اليوم في هذه الطروحات في إسرائيل طبعا؟ أول شيء هو ما بيحكي في اسم كل الشعب الإسرائيلي هو هكذا تحدث طبعا هو هكذا تحدث طبعا حكي الإشياء هذا شو بادر أساوي؟ أنا مش مصولة على الحكي طبعا الشارع الإسرائيلي اليوم نكسم بين اليمين وبين اللي يسار وبين الناس اللي بأيدوا طريق الحال السلمي وبين الناس الإيديولوجيين اللي بدون الدفع الغربية وكل المشاكل هذه وكل مشاكل الشارك الأوسط رح تكون زي ما هي مع كل الأسف وما حكي بالنسبة للشعب الإسرائيلي نحن سمعنا كتير أصوات من أنا ما بحكي بس بالنسبة للصوت طبع أبو جي هيرتسوغ رئيس الحزب الثاني من غير ناس أكادميين وغير أكادميين وناس في إسرائيل وبرضو اليوم سمعنا بس قبل عدة دكائق اللي هو كان رئيس المصاد الإسرائيلي مئير دقان اللي حكى في صوته إن كل الأشياء اللي حكى نتانياو هذا مش الطريقة إنه يصير إشي ورح يجيب بس مشاكل إسرائيل وما رح يغير السياسة الأمريكنية هذا اللي حكى المشكلة كمان مرة في إسرائيل إنه اليوم إحنا موجودين قبل انتخابات وقبل انتخابات في مشاكل داخلية إسرائيلية ونتانياو مع اللغة الإنجليزية ومع الكوة طبعه يحكي كويس بيحكي الإشي هذا في أمريكيا عدام الكونغرس والكونغرس ما بيعرفوا شو فيهان وشو فيهاناك وبيقول أنا بحكي باسم الشعب الإسرائيلي كله أنا بفكر إنه رئيس أوباما والبيت الأبياد وبرضو في أمريكيا الستيت دي بارتمنت بيعرفوا إنه الكلام هدولي هي نتانياو ولكن سيد لوني فيما بدل الإعلام بالحديث عن الولايات المتحدة ويعني الطريقة التي ظهر بها نتانياو لم توجه له دعوة أحد أعضاء الكونغرس وجه له هذه الدعوة اليوم هل تؤثر بالفعل ليس واحد عداء الكونغرس رئيس الكونغرس صحي رئيس الكونغرس ولكن هل ذهب بهذه الطريقة إلى أي مدى يؤثر على علاقات إسرائيل بالولايات المتحدة البعض يقود لسيد روني بأن نتانياو باتا يعود على اللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة وليس على الولايات المتحدة بحد ذاتها ما رأيك؟ أول شيء لازم نفهم شيء مهم جدا جدا فيه فرق بين الشعب الإسرائيلي وأمريكيا وبين الرئيس الوزراء وبيت الأبياد المشكلة اليوم هي بين الرئيس نتانياو وبين الرئيس أوباما والمشكلة هذه ما رح تنحل بأسرع وقت لأنه هذا رح مشكلة كبيرة زي ما إحنا سمعنا اليوم الولايات المتحدة وبخصوصي مش الولايات المتحدة البيت الأبياد بالولايات المتحدة بدون العيد كمان شهرين في شهر 4 وشهر 5 في مايو بدون يستعرضوا برنامج جديدة للشرق الأوسط يقولوا لإسرائيل هذا البرنامج تبعنا الأمريكان يقولوا للفلسطينيين ورح يضغطوا على إسرائيل إنه تمشي بطريقة هذه هذا رح يكون بأسرع بمعنى مفاوضات سيد روني لم نفهم تماما بمعنى مفاوضات ما معلوم مفاوضات إحنا عارفين التريقة الأمريكانية الأسئلة زي أمريكا بالمرة عادية رح تكون أكتر مسممة إنه رح يكون 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 نتيجة للمفاوضات ومش بس مفاوضات حكي مشان الحكي هذا أولا تانيا المشكلة هي مشكلة بين التنسيك الإسرائيلي وتنسيك الأمريكي بالنسبة للأمن وإحنا سمعنا على قيد إنه إنه الولايات المتحدة تلبت ما يحكوا للمندوبين طبعا ما يحكوا لإسرائيل وما رح يعتلوا لإسرائيل أسرار الحكي بالنسبة للاتفاق مع إيران هذا إشي هذا إشي هذا إشي معناته إنه فيش ثقة هذا مش بس الأسرار والأشياء اللي بيحكوانك هذا معناته فيش ثقة بين الرئيس الأمريكي وبين نتنياو هلقيت إذا بالانتخابات رح ينجح نتنياو أنا بفكر في قدامنا مشكلة لإنه أوباما بده يكتب اسمه بالتاريخ وإذا بده يكتب اسمه بالتاريخ لازم يساوي إشي نجاح بالشرق الأوسط والنجاح الوحيد اللي بيطر أسرائيوية في الشرق الأوسط هذا الإيت مع إسرائيل لحد اليوم ما اتضغط على إسرائيل ولكن سيدروني يبدو أن شرق الأوسط يتجه في طرق وعرة طرق مغايرة تماما حتى أبعد من موضوع مفاوضات السلام لنعود لموضوع إيران ونتنياو يعني يبدو نتنياو قلق من البرنامج نووي الإيران يقول أن الاتفاق الذي سيوقع اتفاق سيء وينسى أن الولايات المتحدة دول الخمسة زائد واحد تفاوض دول العالم بأسرها قلقة يعني هل نتنياو قلق أكثر من هذه الدول من سلامة وضمان موضوع البرنامج النووي الإيراني نتنياو كلك هذا مش شيء هذا مش سرق ولكنه أكثر من كل دول العالم معلومة هيك بيحكي وهيك بيحكين هو شايف حاله شايف حاله اليوم مش بس مسؤول على دولة إسرائيل وعلى الأمن تبع إسرائيل بيحكي باسم الشرق الأوسط كله بيحكي بالنسبة للعالم كله إحنا سمعنا وقال إنه فيه خطر للولايات المتحدة حكى لما حكى مع عاداء الكونغرس قال لهم مش بالخطاب بعدين قال لهم اسمعوا شو بيقول شو هم تقول سعودية شو هم تقول كطر شو هم تقول فيه غير محلات بالعالم العربي معناته أنا مش لحالي فيه عندي عندي هان ناس بالعالم العربي اللي بيحكوا نفس الإشي اللي أنا بحكي أما نتانياو هذا إشي مش من اليوم من عدة تمانية سنوات نتانياو حد في رأسه إنه هو بده يمنع المشروع النووي الإيراني وزي ما إحنا شايفين بكل سنوات هدولي بيشترل نتانياو مع كل جهوده عنشان يمنع الإشي هذا في إسرائيل بفهمه برضو اليسار بفهمه إنه الكلبلة النووية هي خطر إسرائيل هذا بفهمه كل واحد أما الطريق كيف نمنع الإشي هذا هذا الخلاف الموجود طب مع كل هذه المخاوف سيد روني واضح كل هذه المخاوف والصراعات العلنية الإعلامية بين إيران وإسرائيل هناك أطراف تقول إنه هذه صراعات فقط للاستهلاك الإعلامي وإنما وراء الكواليس هناك اتفاقات تجري على حساب العرب في هذه المنطقة وخاصة بعد التمدد الإيراني الواضح والسريع الذي رأيناه في منطقتنا ما رأيك في ذلك؟ أنا ما بعرف لأنه ما عندي الأسرار شو فيه أناك شو مفيه أناك إحنا عارفين بسرعة عم ولكنك صحفي سيدروني وأكيد لديكم مصادر في الصحيفة وتعلمون فيه عندنا مصادر وإحنا نعرف وإحنا عم نسمع إنه فيه خطر إنه إيران رح تتقدم وإذا مش كمان سنة سنتين بالاتفاق هذا رح يكون هذا كمان خمس سنوات ألبع سنوات إشي زيك رح يكون عنده الأسلحة النووية هذا الإشي الخوف اللي بيجيب لإسرائيل وإسرائيل عم تفكر اللقيت شو رح تساوي نتنياو حكى بالكونغرس وبالخطاب طبعه ولم حكى بالخطاب وفكر إنه الرئيس الأمريكي بسمعه حكى إنه لازم نساوي اتفاق جديد مش الاتفاق هذا هذا الإشي اللقيت اللي نتنياو حكى وأنا بفكر هذا تقدم من ناحية نتنياو لأنه ما بيقول إحنا نساوي إشي لحالنا ما رح نهجم الإيران أما بيقول لازم اتفاق جديد معناته هو بده يساوي دغط على الأمريكيا بجوز بطريق الكונגרס على الرئيس الأمريكي أنا ما بوش شايف الإشي هذا زي ما إحنا قولنا لأنه الرئيس الأمريكي على الأيت الإشي اللي صار اليوم بالإشي اللي صار بالأسبوع الأخير في أمريكي هذا موش إشي بسيط هذا موش إشي بسيط بالمرة اللي صار لأنه هذا كان ضد الرئيس الأمريكاني شكرا جزيلا روني شاكيد الصحفي في صحيفة يدعوت أحرانوت من القدس شكرا على المشاركة إذن مشاهدين بذلك ننهي أول ملفات الأسبوع بعد قليل ملف جديد وقضية أخرى والفعراض لمختلف الأحداث التي شاهدها الأسبوع المنصر بعد الفاصل المغرب محطة جديدة في مراثون المفاوضات الليبية الطويل مفاوضات تجري تحت نار القتال وغياب فصائل وتغييب أخرى مفاوضات لا يرى الكثيرون أنها ستنجز ما تعد خاصة مع تمدد داعش في ليبيا ومعرفة الجميع المسبقة بأنها غير معنية بحلول سياسية مع أعدائها الكثر إنه موسم حجيج الفرقاء الليبيين نحو السخرات المدينة المغربية الناعسة على ظفاف المحيط الأطلسي هدوء الجوهرة الساحلية يبدو أنه ينعكس إجابا على أجواء الحوار الليبي مثل ما ترون الجميع حضر والجميع مستعد لبحث الأمور لأنه بالنهاية الكل يعلم أنه ليسا هناك من حل عسكري للمشكلة في ليبيا والحل يكون في هذا الحوار وهو أمل جيد ونعمل أنه يتوصل للشيء لكن برغم لهجة التفاؤل ثمت من يريد تعكير الأجواء هناك قوة خارجية خارج ليبيا وداخل ليبيا تسعى بكل جهدها وكل جهدها لإفسال الحوار وهي لن تدخر جهد من أجل إفسال الحوار وكذلك نحن مصممون لن ندخر جهد من أجل إنشاح الحوار وأنقاذ ليبيا وخروج بحكمة وحدة وطنة حوار الصخيرات الذي تأمل أطراف النزاع أن يكون طائف ليبيا يركز بالأساس على إنشاء حكومة وحدة وطنية وتأمين وقف إطلاق النار وسحب الميليشيات من المدن ولا إن كان الملف الأمني يرمي بثقله على المتحاورين فإن تشكيل حكومة اتلافية يبقى الأمر الملح على طاولة التفاوض نحن لكي نسحب الأسلحة أو ندعم جيش لا بد تكون هناك حكومة واحدة هناك جيفين الآن هناك حقومتين هناك بنكين مركزيين أو مصرف المركزي هناك موسستين للنفط فلا بد أن تكون هناك حكومة واحدة حتى يستطيع العالم أن يتعامل مع حكومة واحدة موجودة في عاصمة واحدة حوار الفرصة الأخيرة كما يطلق عليه البعض موضوعاته تبدو في غاية التعقيد لكثرة اللاعبين المحليين والدوليين لكن الأهم بالنسبة للأمم المتحدة الرعية للحوار هو وجود رغبة لدى جميع الأطراف على إنهاء الصراع المدمر لقد بدأنا للتو طاولة الحوار كل الممثلين الرئيسيين حضروا الأمم المتحدة مدركة جدا للصعوبات لكن في الوقت نفسه راضي على أن كل الفاعلين أساسين هنا وهم مستعدون لاتخاذ القرار بشعورهم المسؤولية وبشعورهم للحظة التاريخية وهذه اللحظة فرصة لليبيا لإنهاء الصراع الأمل المعقود في الغرف الضيقة لا يعكس تماما ما يجري على الأرض أرض ضاقت بأبنائها وهوة يحتاج ردمها لوقت طويل فحتى اللحظة الأخيرة قبل بدء جولة المغرب كانت ثمة كلام آخر يصدح به صوت السلاح طيران فجر ليبيا يستهدف حقول النفط والغاز في ميناء رأس لانوف والسدرة وتعلن حالة الطوارئ في البلاد في أحد عشر ميناء ليبيا ويرد الجيش الوطني الليبي على الهجمات بضرب مطار معيتيق العسكري كانت تلك المؤشرات تعطي أكثر من قراءة على مدى رغبة كل طرف في تعزيز مواقعه لفرضها على أرضية الحوار بعد جناف وغدامس أسخرات ثالثة المدن التي تحتضن الحوار الليبي هل تكون فعلا الصخرة التي تتحطم عليها خلافات الفرق نحو غد أفضل لليبيا ينضم إلينا من تونس الباحث السياسي مصطفى القلعي سيد مصطفى مرحبا بك معنا برأيك هل يبدو هذه أو هذه الجلسة من الحوار هل تبدو مختلفة كما قال برنالد دينو ليون أن الأطراف المؤثرة حاضرة ويبدو على أرضية أكثر صلابة مما مضى ما رأيك في ذلك؟ أنا لا أعتقد الحقيقة ولا أثق كثيرا فيما يقوله ليون لأنه بكل بساطة الواقع مختلف كثيرا عام تعده للمتحدة وتخطط له الوضع في ليبيا يعني موضع خطير جدا جدا الحقيقة والأمم المتحدة والعالم الغربي كله يعني كان شاهدا على أن الثورة الليبية استلبت منذ بدايتها من قبل الإسلام السياسي المتطرف ورغم ذلك العالم لم ينتبه إلى خطورة تصليح هذا الطرف وإلى خطورة التعاتي معه ولذلك أفلتت الأمور من بين أيدي الجميع هذا الربا وأيضا الجميع يعرفه سيد مصطفى خاصة الأطراف التي تتحاور ولكن اللافت هنا البعض يقول أن هناك أطراف مهمة لم تحضر أطراف فصائل مقاتلة قبائل أحزاب حتى بلديات لم تحضر ولكن أيضا مبعوثين أو من البعثة الدولية يقولون أن حوارات موازية تجري مع حوار المغرب ماذا يعني حوارات موازية هل يمكن الجمع بين حوارات محلية والحوار الذي يجري اليوم في المغرب أنا أعتقد أن كل كلام فاضي الحقيقة لماذا؟ لأنه بكل بساطة يعني كيف يمكن أن تصنف تيارات على أنها إرهابية ثم تستدعيها إلى طاولات يعني مفاوضات يعني هذا كلام فيه ولكنها مؤثرة سيد مصطفى واختلال عجيب يعني هنا ما نتحدث يعني يبدو أن هناك تصنيف حتى للتيارات المقاتلة هناك من يصنفون بثوار السابقين ربما جبهة مصراطة بفجر ليبيا بغض النظر هناك اختلافات بينهم على ما يبدو في ليبيا وهم منفصلون بنفس الوقت عن تنظيم الدولة الذي بدأ ينتشر وهنا نتساءل يعني ما قيمت كل مفاوضات سياسية إذا الأطراف الفاعلة والتي تملك السلاح لم توافق على ما يجري بالضبط يعني هذا السؤال يوجه إلى من يعني يعقدون هذه الحوارات ويشرفون عليها أولا اختيار المكان المفاوضات لا أرى له فائدة المكان الأنسب لإجراء أي مفاوضات تتعلق بليبيا هو إما مصر أو تونس أو الجزائر يعني المغرب بعيدة عن أطراف النزاع هذا واحد أثنين الأطراف المتنازعة في ليبيا ليست فقط أطراف سياسية وحكومة في تبرق وثانية في ترابلس وجيشان وبرلمانان ليس هذا فقط ولكن المشكلة أن الميليشيات الآن تجاوزت تسليحها التسليح التقليدي إلى التسليح يعني داعش في درنا وفي خليج سرط يعني في بعض الجيوب تملك أيضا بعض المفاجآت وهنا الأخطر سيد مصطفى يعني عندما نتحدث عن داعش وهذا ختير جدا عندما ظهرت داعش وتحديدا فيديو ذبح المصريين على الساحل الدول الأوروبية هبت وخاصة إيطاليا تحدثت أنها ستدعم وترسل قوات مرية لما شابها ثم جرى تراجع عام في الموقف الأوروبي وطلب منهم صراحة تشكيل حكومة وحدة وطنية وجيش موحد حتى يتم دعمه وبريطانيا أيضا كانت شديدة في هذا الإطار هل تعتقد أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هو ضرورة لجلب الدعم الأجنبي نعم هو ضرورة ولكن مع من من هو الطرف المطالب بتشكيل هذه الحكومة يعني غريب جدا أن الأطراف الدولية المشرفة على الحوار في ليبيا يعني لا تتكلم بشكل واضح وصريح أنت مع من تتفاوض يعني من هي الأطراف المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا يبدو أنهم مجتمعون اليوم سيد مصطفى وواضح وبرناردينو اليوم مجتمع أيضا وهناك عدد من الدبلوماسيين الغربيين الأوروبيين المعنيين تحديدا بشأن الليبي والذي ينتظر منهم أن يقدموا الدعم في حل نجاح المفاوضات يعني واضح أنهم يتفاوضون مع من يريدون ومن لا يريد التفاوض ماذا سيفعلون معه كيف سيتصرفون معه هناك أشكال حقيقي في ليبيا أنا أعتقد أن هؤلاء المفاوضين والمشرفين يعني بعيدون عن الواقع الحقيقة عن الواقع الليبي الواقع الليبي متعفن جدا وهو واقع يعني نتيجة لمسرح من التجارب الدبلوماسية والسياسية يعني الإقليمية والغربية الواقع ليس بالبساطة التي يمكن أن تحل بالمفاوضات المفاوضات يمكن أن تكون بين أطراف سياسية ولكن يمكن أن تكون خطوة أولى سيد مصطفى يعني الحل لابد أن يبدأ من مكان ما بنهاية أكيد الوضع متشعب ولكن في خطوة أولى يجب أن تتخذ هناك خطوة أولى وقعت بالاعتراف بالبرلمان الليبي المنتخب والحكومة الليبية المنتخبة والجيش الليبي المنتخب في تبرق إذن الخطوة هذه لابد من تدعمها أولا بمساعدة هذه الحكومة على تأسيس المؤسسات الوطنية الرسمية ثانيا لابد من تدعم الجيش الليبي الوطني هذا وتقويته ثالثا لابد من الكف عن التدخل في الشأن الليبي بأي شكل من الأشكال رابعا لابد من سحب كل مظاهر الدعم اللوجستي والعسكري لأطراف التنازع في ليبيا بعد كل هذا يأتي النقاش ولكن من ينفذ سيد مصطفى يعني أنت من البند الأول الذي ذكرته وهو تدعيم المؤسسات وترك الحكومة والبرلمان والجيش المنتخب يؤدي دوره هذا ما لم يحظل ليبيا ليبيا نتحدث هنا أكيد هناك تدخلات خارجية تدعم هذا وذاك ولكن أصلا الليبيين نفسهم انقسموا على موضوع الحكومة والبرلمان وأصبحنا أمام حكومتين وبرلمانين وميليشيات مدعومة من هنا وهناك سيد مصطفى هذا أولا لنبدأ به وهنا تتحدث عن سحب الميليشيات ووقف الدعم الخارجي يبدو أن هذا كله غير متوفر الآن ونسأل عن خطوة أولى في ظل هذه الظروف وليس كيف كان يجب أن يمشي لا لا الخطوة الأولى موجودة يعني المجتمع الدولي اعترف بحكومة تبرق وهو يقرب يعني هذه الحكومة شرعية ومنتخبة ولكن في طرف ليبي لم يعترف بذلك يعني ما الحل هنا مع هذا الطرف يعني واضح أنه تم التواصل إلى حكومة وحدة وطنية سيعاد إنتاج حكومة مرة جديدة من كل الطرفين إذا وقع هذا إذا وقع هذا إذا لابد من تحييد الميليشيات إذن ما يحدث الآن والمضحك في ما يحدث هو أن الجميع مدعونا إلى طويلة مفامضات بما فيها الميليشيات المسلحة التي يشرف على أغلبها يعني أطراف غير ليبيا يعني أطراف من جهات يعني من خارج ليبيا ولها أجندات تتجاوز عدود ليبيا يعني هناك الحقيقة المشهد في ليبيا مشهد واضح ولكن الأطراف الدولية لا تريد أن تراه على حقيقته وداعش اليوم انتشار داعش يعني كنا نتحدث عن مشكلات الحكومة والبرلمان وميليشيات فجر ليبيا ومسراطة إلى آخرية اليوم داعش الآن في ليبيا من سيستطيع السيطرة أو سحب داعش إذا ما سحبوا الميليشيات طب داعش من يقضي عليها وعندك مثال العراق والسورية طبعا داعش لم تنشأ بالصدفة داعش نشأت أمام أعين الجميع ونشأت في ليبيا بمساعدة واضحة وبطيران يعني جوي قانوني كان يدخل إلى المطارات الليبية ويقل المقاتلين ويقل السلاح كان هذا مخطط له بشكل يعني واضح لا خلافة فيه يعني كيف يمكن ليبيا كان فيها ميليشيات يعني فجر ليبيا في الغرب على حدود تونس وميليشيات أنصار الشريعة الأصولية في غرب ليبيا في درنا على حدود مصر يعني فجأة النشأ داعش كيف نشأ لم ينشأ بالصدفة من يعرف من يتابع الوضع الليبي يعرف كم عدد الطائرات وعدد الرحلات والأماكن التي وردت منها والدول التي جاءت منها وكان هذا يحدث أمام أعين الجميع ليست هناك أسرار ربما في مناسبة أخرى إن شأتنا تحدث في هذا بشكل واضح وصريح ولكن إذن داعش وجدت لأجندة معينة وبإرادة معينة ليصل الوضع إلى ما هو عليه ولكن أؤكد لك أن داعش تحت السيطرة وبإمكان القضاء عليها لو توفرت الإرادة الإرادة موجودة تونس الآن مثلا أعطيك مثال الموقف التونسي الموقف التونسي موقف عجيب جدا لأنه فجأة حكومة منتخبة في دولة أجرت ثلاثة أشهر من ماراتون الانتخابات تقدم موقفا دبلوماسيا هزيلا مضحكا لم يحدث في تاريخ الدبلوماسية البشرية أن اعترف الدولة بحكومتين في دولة واحدة لم يحدث ذلك يعني يمكن أن تعترف بحكومة وتعادي الأخرى أو تساند حكومة وتعادي الأخرى أما أن تعترف بحكومتين في نفس الوقت فهذا شيء مضحك واضح إذن أن هناك إرادة دولية في إقحام تونس في هذا الصراع مقابل إكرهات مقابل مساومات سيد مصطفى شكرا جزيلا أكيد منك الكثير لنناقشه ولكن دهمنا الوقت وانتهى وقت مقابلتي معك مصطفى القلعي الباحث السياسي من تونس شكرا جزيلا على المشاركة في الأسبوع الآن إلى استعراض سريع لمختلف الأحداث التي شهدها الأسبوع المنصر مع سامي قاسمي مع مطلع الأسبوع اتفقت الحكومة التركية مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أجلان على دعوة الجناح العسكري للحزب إلى ترك السلاح في الربيع القادم ومن شأن هذا الاتفاق أن ينهي ثلاثة عقود من أعمال العنف المسلحة بين أنقرة والحزب العمال الكردستاني ومن قصصنا الإنسانية عدم رسلنا في غزة تقريرا عن نحو مائة أسر تعيش وسط القبور بسبب الفقر الذي تعانيه معاناة هذه الأسر تضاعفت خصوصا بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة إثر امتناع الجهات المعنية عن تقديم المساعدات لها يوم الأحد عدم رسلنا في بغداد تقريرا عن افتتاح المتحف الوطني العراقي افتتاح المتحف في هذا الوقت بالذات جاء كرد من الحكومة العراقية على تدمير داعش لأثار الموصل وشهد المعرض منذ اليوم الأول اقبالا واسعا من العراقيين ومن جدة تابع مراسلنا حملة تنظيف شواطئ المدينة السعودية العريقة من جميع المخلفات التي تهدد بقتل الشعب المرجانية إضافة إلى تدمير الحياة البحرية الحملة التي شارك فيها مجموعة من الغواصين رفع خلالها كميات كبيرة من المخلفات يوم الاثنين تابعت مراسلتنا في بيروت قضية الحفاظ على الأبنية التراثية بلدية بيروت وبالتعاون مع وزارة الثقافة قررت تحويل المنزل التراثي الذي نشأت فيه السيدة فيروز إلى متحف لأعمالها ونبقى مع التراث هذه المرة من السودان حيث نقل مراسلنا أجواء القرية التراثية التي شيدتها منظمة أن السودان وسط العاصمة الخرطوم القرية تشكل سودانا مصغرا لما تحويه من ثقافات من مختلف مناطق السودان ويطمح مؤسس القرية إلى تزايد الاهتمام بالتراث السوداني والحفاظ على تاريخه وثقافته يوم الثلاثاء عدى مراسلنا تقريرا عن محافظة تعز اليمنية مدينة عريقة طالما تميزت بارتفاع مستوى التعليم والثقافة لدى سكانها كما عرفت لوقت طويل بأنها تشكل رافعة للقضايا الوطنية في البلاد لكن التعز اليوم باتت في صدارة مشهد المقاومة الشعبية المناهضة لجماعة الحوثي بعد سيطرتها على العاصمة في تركيا جست مراسلتنا نبض الشارع بشان السياسة الحالية التي ينتهجها رجب طيب أردوغان تثير التدابير الأخيرة التي يتخذها الحزب الحاكم في تركيا مخاوف كثيرين من رغبة الرئيس التركي في تغيير التركيبة السياسية الحالية باتجاه اعتماد نظام رئاسي يوم الإربعاء تبعت مراسلتنا في لبنان قضية الأطفال غير المسجلين في سجلات الدولة اللبنانية وزارة الشؤون الاجتماعية أطلقت حملة لمنح الهوية لهؤلاء الأطفال ويعيش ألاف اللبنانيين من دون أوراق قانونية خصوصا في المناطق الرفية ومن تقاريرنا أيضا استطاع أحد المقيمين في العاصمة الإماراتية أبوظبي اختراع جهاز تحلية للمياه الجهاز يعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النقية في البلدان الفقيرة وقد تبنى تحدى الشركات انتاج الجهاز لبيعه في البلدان التي تعاني من نقص المياه يوم الخميس دعا رئيس الاتلاف السوري المعارض خالد خوجة ليعادة النظر في مبادرة المبعوث الدولي لسوريا سافان ديمستورا الرامية إلى تجميد القتال بحلب وأوضح خوجة أن فكرة ديمستورا يجب أن ترقى إلى مبادرة لوقف القتال بكامل البلاد واتهم خوجة النظام السوري بعدم الالتزام بأي اتفاق دولي ومن المغرب تابع مراسلنا إعلان الحكومة المغربية استراتيجية لمحاربة البطالة الاستراتيجية تطمح إلى توفير 200 ألف وظيفة سنويا لاستيعاب العدد المتزايد من العاطلين عن العمل من حملة الشهادات تلآن نعود إلى رتا فيينا أحسن مدينة في العالم بغداد أسوأها نتيجة ليست مفاجئة على الأقل بالنسبة لبغداد ولكن السؤال يبقى لماذا المدن العربية في أسفل القائمة؟ ولماذا تضعنا كل أحصائية تصدر عن أصغر مؤسسة قبل أكبرها في أسفل السلم؟ مدنا أدبا شعرا وعلما وحتى في حقوق الإنسان لا تتعب نفسك بالبحث والتجربة إن كنت تريد العيش في أفضل مدينة في العالم ففينا هي وجهتك هذه ليست دعاية للسياحة النمسوية إنما واقع سنوهي تعكسه نتائج تصنيف مؤسسة ميرسر للدراسات لأفضل المدن معيشة في العالم للعام السادسي على التوالي تحافظ هذه المدينة الأوروبية المطلة على نهر الدنوب على صدارة ترتيب 230 مدينة من حيث جودة الحياة قد تتراجع المدن الأوروبية أو الأميركية أو الأسترالية درجة أو درجتين لكنها تحافظ دائما على مراتب متقدمة بحكس المدن العربية التي نادرا ما تحقق تقدما في مثل هذه التصنيفات بل تتراجع عكس ترتيب المدن العربية المتدني واقع المنطقة باستثناء دبي التي حافظت على ريادتها الإقليمية لجودة المعيشة للسنة الثالثة على التوالي حيث حصلت على المرتبة الرابعة والسبعين على المستوى العالمي والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ومرة أخرى جاءت بغداد كأسوأ مدينة يمكن العيش فيها في العالم تعرضت مؤسسة ميرسر بسبب هذا التصنيف لهجوم لاذع من قبل العراقيين يقولون إن النتيجة غير منصفة رغم اعترافهم بها ششة الأوضاع الأمنية وسوء حالة الخدمات الأساسية في المدينة المشرفون على هذا التصنيف يقولون إن المعايير التي يعتمدونها قد تبدو بدهية وربما تافهة للعديد من الدول خاصة تلك التي تنتقد ترتبها لكنها تؤثر بشكل غير مباشر في حياة القاطنين فيها تعتمد مؤسسة ميرسر في مثل هذا التصنيف على تسعة وثلاثين عاملا ضمن عشر قائمات أبرزها العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والصحية بالإضافة إلى مستوى الخدمات العمومية والبنية التحتية وغيرها إلقاء نظرة على هذه المعايير كفيل بإقناعنا بنتيجة ترتيب المدن العربية فأغلب هذه المدن تخصص الشيء البسيط من ميزانياتها السنوية لتطوير بنياتها التحتية وشبكات النقل وتخصص أقل من ذلك للمجالات التعليمية والثقافية أما بالنسبة للخدمات الصحية والبيئية فحدث ولا حرج لتزيد الأزمات التي تعصف بدول المنطقة طينبلا الأمن شبه منعدم في سوريا والعراق واليمن وما تبقى من البنية التحتية الهشة يتكفل به قصف من هذا الطرف أو ذاك ظروف لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون جيدة لحياة طبيعية أن يقول هذا ليس المؤسسات التي تنجز مثل هذه الدراسات هي تحدد المعايير فقط وتترك الكلمة الفصل لسكان هذه المدن ألف الأشخاص يمنحون نقاط لبلدانهم حسب آدائها في المعايير المحددة ومهما تأرجحت النتائج كما يحصل في كثير من الأحيان بين رياح الحسابات السياسية للمؤسسات التي تعد هذه التقارير فإنها تكشف في جزء منها حقائق نحرفها ونتعايش معها لكننا نتفاجأ وننزعج عندما يخبرنا بها أحد ينضم إلينا القاهرة الكاتب الصحفي الساخر أكرم القصاص سيد أكرم مرحبا بك معنا في الأسبوع إذن ليالي الأنس في فيينا ليست فقط أغنية ربما هي حقيقة فيينا أفضل مدينة للعيش في العالم ولكن عن بغداد ليس مفاجئة هي أو غيرها من الدول الأوروبية ولكن هل بالفعل بغداد أسوأ من دول أفريقية فقيرة أسوأ من شمال شرق نيجيريا حيث بوكو حرام تدمر وتغتصب وتذبح وهنا السؤال عن المعايير سيد أكرم ما رأيك؟ لا وطبعا المعايير اللي بتضعها مثل هذه المؤسسات هي معايير برضو جامدة يعني ما فيهاش مقارنة لأنه إذا نتكلم على بغداد بغداد دولة لها يعني عاصمة لها تاريخ قديم وغيره بتتعرض منذ 11 عاما إلى أولا الغازو الأمريكي القروب أطنان من المتفجرات أنهارها مياهها ملواسة طبيعي جدا أن تكون نتيجة إذا نتكلم مدن كثيرة من أوروبا تصعد بالطبع في هذه المقارنة وأمر متوقع لكن ماذا كانت عليه أوروبا في الحرب العالمية الأولى أو الثانية؟ بالتأكيد نحن في الحرب العالمية الرابعة بممطقة الشرق الأوسط وبالتالي هي ليست فقط حروب تستخدم فيها المتفجرات أو حروب تقليدية نحن أمام حروب غير تقليدية حروب داعشية وحروب ذبحة وحروب طائفية مثل هذه الأمور بالتأكيد نتاج لسنوات كثيرة من للأسف الشديد الحكم الوطني الذي جاء بالاستبداد وغيره حينما حاولت الشعوب استبدال هذا الاستبداد استعانت من الاستبداد ربما باستبداد أو إرهاب أو غيره هل الأمن هو المفصل؟ سيد أكرم لأن حسب ما فهمنا المعايير تشمل بناء التحتية الوضع الثقافي الاجتماعي تعليم الصحة فلنفترض أن بغداد وعموم المنطقة البلدان العربية المنكوبة حاليا ليست لديها إرهاب هل ستكون من أفضل المدن للعيش سيد أكرم؟ ما الذي بالفعل ينقص هذه المدن؟ وقلت أنها مدن لها تاريخ وحضارة ما الذي ينقصنا حتى نكون من الشعوب المتطورة؟ للأسف الشديد أن الأمة العربية غالبا تعيش على الماضي تماما الآثار والبترول كلاهما من الماضي لا يوجد شيء في المستقبل أو الحاد لكن هو طبعا الدول التي تتعرض لحروب مثل بغداد من الصعب مقارنةها أنت أيضا طرحت فكرة بعض المناطق في نيجيريا الصومال مثل هذه الأمور التي يتفكك فيها الأم بالطبع بغداد تعاني من مشاكل كثيرة ومدن عربية أيضا لأنه جزء من هذه المقيسة الحقيقة التلوث تلوث السمع والبصر تلوث المياه عدم الإنفاق على البنيات الأساسية والثقافية لكن دعينا نقول أنه يعني المعايير كلها تختلف سيد أكرم يعني أصلا الإنسان كله يختلف بتفكيره بطموحاته برفاهيته كل المعايير مختلفة بين أوروبا والبلدان العربية طبيعي الأوروبيين بيتفوقوا في هذا الأمر لكن دعينا نقول أيضا أن بعض الأوروبيين جزء من متسببين في هذه المعاناة التي حدثت التي تحدث في عاصمة مثل ترابلوس أو بغداد أو غيره لكن كمان بالإضافة إلى هذا لا طبعا بغداد كانت حتى تحت حكم متصالة مثل صدام حسين كانت مدينة نظيفة مدينة درجة التلوث فيها ربما أقال هو طبعا خاض حروبا كثيرة ثم جاء الغازو الأمريكي لكن كانت فيها الشعر أشعراء كثيرين فيها حضارات الآن هم يوجهون أيضا في الواقع حرب غير منظمة وحرب عشوائية لداعش التي تدمر الحضارة والأثار أيضا يعني لا تكتفي بقتل البشر أو الزفر أو الابتكارات الإرهابية التي يتوصلون إليها وتصويرها بالفيديو أو غيره لكن أيضا هم بيدمروا واحدة من أقدم الحضارات القانونية والتاريخية في العالم الحضارة السومرية اليوم وقبل ذلك وكان الحضارة السومرية والأشورية من الأقدم وحمورابي هو أحد واضيع القوانين لكن أيضا من الصعب فعلا أن تجد مدن تاريخية مثل القاهرة أو دماشق أو بغداد أو مونة المفترض بالفعل أو سبق اليمن من الصعب تصور أن تكون نتاج في هذه المنطقة أيضا بنفس المنطقة كانت بغداد أسوأ مدينة للعيش بينما دبي تتصدر الدول في المنطقة والشرق الأوسط أو المدن البلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا الرابعة والسابعين عالميا أيضا هي مدينة تعيش ضمن كل هذا الواقع المؤلم وأيضا في منطقة خطرة ولكن ما الذي يجعل دبي مثلا أفضل مدينة في نفس المنطقة؟ بالضبط هنا الإجابة تأتي من فكرة توفير الضرورات الأساسية الثقافية والاجتماعية ليس فقط أيضا البنيات الأساسية لأن هذه البنيات الأساسية التي أنفقت عليها بعض الأنظمة أموالا كثيرة لم تنجح تماما في أن تصمد أمام الزمن لكن بالطبع دبي ضمن المدن التي ينفق عليها جيدا هناك محاولات لإنجازات اجتماعية أيضا واقتصادية بالإضافة طبعا إلى الجزء الاقتصادي أو الاستثماري فكرة التفكير في البشر والتفكير فيما يخدم البشر لازمام بالواطن البنيات الأساسية من شوارع من مياه من خدمات من خفض التلوث من تطبيق قوانين صارمة للمرور وقوانين صارمة للحياة بشكل عام يجعل الحياة ممكنة بدرجة ما وهو إجابة على الأمر أن هناك إحساس بأنه إذا البشر سيهموا في بناء وقاعهم ربما ينتجوا جزءا من هذا الوقت سيد أكلم ربما إذا ذهبنا أبعد من ذلك يعني ناحية فلسفية قليلا ربما تحدث هنا عن الماديات يعني النظام التعليمي باهتمام بالفرد السقافي الصحة إلى آخرية ولكن البعض يربط السعادة بأمور أخرى يعني مثلا عندنا مملكة بوتان في جبال هيمالايا هي من أحد أسعد شعوب العالم وليست متصلة مثلا بوسائل التواصل الاجتماعي ربما أدرجت منذ العام الماضي وهي تقيس الناتج المحلي بمستوى السعادة لا هي مقياس للسعادة بالسويد مثلا لديها أيضا نظام متطور جدا وبنفس الوقت وحقوق إنسان وما شابه وفيها أعلى معدلات الانتحار أيضا هنا مفارقة بالطبع بالطبع يعني ما تقوليه فلسفيا وإنسانيا فيما يخص مثلا فكرة القناعة بدرجة كبيرة ربما الشعوب العربية هاي نوع من مواساة الزاد سيد أكرم هاي نعم نواسحها لا 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 استعادة غير مرتبطة لا غير مرتبطة تماما بالتأكيد لازم أن يكون هناك الحدود الدنيا لكن ستجد أن هذه الشعوب العربية تحن إلى الماضي بدرجة ما وتقول أن زمان كانت الأموال ربما أقل إلا أن هذه الشعوب كانت أكثر شعادة بتوفير حاجياتها بما يسمى راحة البال بقدرة القناعة لأنه انت ضربت بالسويد مثلا أو بعض الدول طبعا الحاجات المادية ضرورية والمال ضروري جدا وغيره لكن أيضا جدء من إنفاق هذا المال أن أحيانا هناك مدن لم تسعد فيه المدن الأكثر سعادة بالرغم من وجود مديات كثيرة فيها حتى في الولايات المتحدة مثلا السراع الدائم حتى السينما الأمريكية تصور ذلك فكرة الطمع فكرة الجرية واللهاس حينما يصل الإنسان إلى نقطة يطمع في غيرها بعض الشعوب التي كانت الشعوب الأصلية للولايات المتحدة لأمريكا أو غيرها ربما كانت تشعب وبعضهم يحن إلى هذا الماضي ليس هذا الماضي البدائي أو الذي يفتقد إلى نوع من الخدمات أو غيره لكنه الماضي الذي يصل إلى فكرة راحة البال والقدرة على تقديم درجة من السعادة والقناعة للبشر وأحساسهم بأنهم ينجزون فكرة نتملك أم نكون هي الفكرة التي طرحها الفيلسوف إيريك فروم وألف فيها مؤلفات فكرة أن الإنسان يشعر بالسعادة أكثر حينما يستطيع أن يحقق بعض الأهداف بينما قد لا يشعر بالسعادة من كثرة ما يملوكه ففكرة إعادة توظيف ملكية الزات وغيره فالدول العربية مثلا الشعب في بغداد ستجد يحنين كثير إلى عاصر الشعراء الكبار مثل السياب والرصافي وغيرهم وبغداد الحقيقة حتى الشعب العراقي نفسه شعب متحدر وأظن أنه هو الذي يتحكم في مصائره وليس الخارج أو الداخل يستطيع أن يكون أكثر نجاح لأنه شعب حضاري وقطعا سوف ينتصر في هذه المعركة ونتذكر أن أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية كانت مهدمة تماما أوروبا واليابان وغيره ونجحت بالإرادة شكرا جزيلا أكرم القصاص الكاتب الصحبي من القاهرة شكرا على المشاركة معنا في فقرة مراسل أسبوع انضم إلينا من رامالة مراسلنا فراس لطفي وتغطية اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي أوقفت بموجبها التنسيق الأمني مع إسرائيل فراس أهم نقاط هذه التغطية بالنسبة لك نعم ربما أهم ما جاء في تغطيتنا خلال اليومين الماضيين لاجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير والذي يعتبر أعلى سلطة قيادية في منظمة التحرير كان الانتظار ما إذا كان هذا المجلس يتخذ قرارات حاسمة أم لا كنا باستماع إلى خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تحدث فيه عن محطات طويلة في الصراع مع إسرائيل وكيف أن إسرائيل جردت السلطة الوطنية الفلسطينية من صلاحياتها وأبقتها على الأرض سلطة بلا سلطة تترنح لكن ما جاء بعد ذلك من خطاب ومن بيان ختام المجلس المركزي بقطع ووقف التنسيق الأمني بكل أشكاله مع إسرائيل كان مفاجئا جدا كان مفاجئا جدا ولكن طيب فراس هذه خطوة قلت مفاجئة وغير مفاجئة كيف ستنعكس على عملكم الصحفي لنقل وإن لمستم ذلك أساسا بالفعل يعني هو كأنه قطع الحبل السرية الذي أبقى اتفاق أوسلو يعني حيا حتى هذه اللحظة انعكس وسينعكس بشكل كبير كنت ألاحظ في اليوم الذي يعني تلأ القرار تجهم الجنود الإسرائيليين على الحواجز والتجديد تجديد الخناق على مرور الفلسطينيين والانتشار الكبير هذا يعني أن كل يعني المناحي الحياة الفلسطينية مرتبطة أصلا ريتة بالجانب الإسرائيلي الغذاء والدواء والبترول والمحروقات كلها تدخل بالتنسيق مع إسرائيل ليس فقط الجانب الأمني وبالتالي فإن الأمر سيكون له تبعات كبيرة لا أقول هنا بأن الحياة كانت وردية مع التنسيق الأمني في المدن الفلسطينية ولكنها كانت هناك جانب من الخدمات الحياتية التي كانت تقدمها عملية التنسيق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بكل الأحوال يبدو أن إسرائيل متجهة نحو مواجهة كبيرة وضغط أكبر ليس فقط بحجب الأموال وقطع تغير الكهرباء عن شمال الضفة الغربية كما جرى قبل عدة أسابيع ولكن يبدو أنها مستعدة وتستعد لمواجهة أكبر مع القيادة الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني فرسلت في مراسل سكان نيوز عربية من رمالة شكرا جزيلا على المشاركة